السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصادر على البرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تعرض لجملة من المواضيع الحريات الفردية السجون والسجناء واستقلالية القضاء إلى غيرهم من المواضيع التي تعرضها طيب ألا تعتقدون هنا أنه بالغ قليلا في الوصف الذي تقدم به من أي ناحية حقيقة الوصف بالنسبة للمبالغة أعتقد أن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا لا شك أنه لا يصدق في كثير من الجوانب وهذا ما تحدث عن التقرير بالضبط التقرير تحدث عن معطيات تحدث عن معلومات أساسا حول هذه المواضيع التي تحدثوا عنها مثلا استقلالية القضاء تحدث عن تدخل السلطة التنفيذية في مصطرة التقاضي تكييف الأحكام تخفيفها زيادتها تحدث عن نماذج من ذلك مثلا السنة الماضية بالنسبة ل صدر حكم قاسي جدا تصدر أحكام قاسية ثم تخفف صدر على قضية الشيخ باي مثلا صدر حكم قاسي كذلك في قضية ما يعرف بقصرة أول بو عماتو أحد الأحكام قاسية وصلت إلى 15 سنة ثم بعد ذلك تم تخفيف هذه الأحكام وإطلاق صلاح بعض السجناء نفس الشيء حدث مع بعض السجناء 25 سنة هبراير حكم عليهم بسنتين ثم خفف إلى ثلاثة أشهر هذا الأمر جعلنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نقول أن النظام بات يستخدم السلطة القضائية كأداة كآلة قمع حقيقة لتكميم الأفواه لتكميم الناشطين ولخنق الحريات العامة إذن ليست هناك أي نوع من المبالغة في الوصف فيما تقدمتم به بجملة المواضيع التي تعرض لها التقرير يعني حين يصف تقارير مثلا توقيف ضربت المثال مثلا بسجناء قصرة البعاماتو أو أحداث قصرة البعاماتو النظام يرى فيه أن ما قام به هو إجراء قانوني وليس إجراء ضد حقوقهم الأولين بالنسبة للإجراء الذي حدث من ناحية تكييف التهم بالمناسبة كنت أود أن أفتتح بهذا وهو أنني أدين ما حدث من قمع يوم أمس وما نتج عنه كذلك من اعتقالات تعسفية عشر أشخاص الآن يتم اعتقالهم مجرد أنهم شاركوا في احتجاجها السلمية الأصل في الاحتجاج السلمي أنه مرخص وأنه قانوني بمبادئ نتيجة لمبادئ التي أقرها دستور والقرانين الموريتانية أن يعتقل هؤلاء وبعد قمعهم بشكل كبير ثم يحالوا إلى المحاكم بشكل مباشر بدون المرور على قضاة التحقيق في تعسف لاستخدام القانون هذا مدان ومرفوض وخنق للحريات الجديد عودة لموضوع أحداث قصرة أبو عماتو هذه الأحداث التي نعلم أنها فعلا حدث فيها عنف تم فيها حرق باصل الشرطة تم فيها جرح عدد عناصر من الشرطة لكنها تم تعذيب السجناء تم احتجازهم بعيدا عن محاميهم وعندويهم خلال الأسبوعين حتى عضو الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي يفترض أنها تقوم على وقاية المواطنين من تعرض للتعذيب من انتهاك الحقوق حاول أن يزور هؤلاء السجناء ومنع من ذلك يعني ما حدث لساق قانونيا لا من ناحية السجن تكييف التهم ولا من ناحية التعذيب تعرض هؤلاء الفعاد ما دمنا نتحدث عن السجن والسجناء التوقيف إلى غيره من الأمور ما هي أبرز الملاحظات لديكم على واقع السجناء والسجون أيضا واقع السجناء للأسف لم يتغير فيه كبير بالنسبة للسجون تحدثنا عنها في تقريرنا السنة الماضية بإسهاب بشكل مفصل جميع السجون الرئيسية في موريتانيا تحدثنا عنها وعن ظروفها ما طرأ سنة الفين وستطعش أنه تم تخفيف شيئا ما تم تخفيف عدد السجناء في العاصمة في السجن السجن المدني وسجن دار النعيم تم ناقل بعض السجناء إلى الألاغ والآخرين إلى بيرمغرين ولكن لم يتغير شيء لا زالت الأمور كما هي الظروف الصحية سيئة لا خدمات صحية بل إنها مهددة للحياة أخي الكريم بالنسبة للسجن بيرمغرين وحده سنة الفين وستطعش توفي فيه خمسة سجنة وضعية مزرية جدا الانتشار المخدر الجانح يدخل السجن في بداية امتهانه مثلا أو تعاطيه للمخدرات لكن بدل أن يجد وسيلة أو طريق استشفائي يساعده على التخلص من هذه السموم يجد أسهل من ذلك انتشار هذه المخدرات وهذه السموم داخل السجون وبالتالي يصبح مدمنا على المخدرات في هذه السجون التي من المفترض أن تكون مؤسسة إعادة تأهيل للسجناء يعني للأسف مزر جدا واقع السجناء السلفيين كذلك سيء يأخذون بجريرة تصرف أحد أحدهم مثلا يمنعون من الزيارات ما حدث عقب فرار السجين والسالك نهاية العام الماضي أثر عليهم كثيرا وأضربوا إضرابا عن الطعام استمر تقريبا شهرين تعرضوا فيه لإصابات صحية ومضاعفات حتى وإن كانت هناك دواعي أمنية مثلا تمنعوا التواصل معهم برأيك ليس ذلك مبررة يمكن أن يتم مشكلة حكوماتنا أنها تبرر تأخذ من حرية الناس بدعوى الأمن من كما يقال من يحاول أن يضحي بالأمن مقابل بالحرية مقابل الأمن لا يستحق الحرية ولا يستحق الأمن بالنسبة لهؤلاء السجناء يمكن أن تؤمن لهم حياة كريمة تواصل مع أدويهم مع محاميهم إكمال إحصائهم المدني كل هذه الإجراءات يمكن أن تؤمن في السجن ليس هناك داعي أن تمنع ولا أن يهانوا بسبب دواعي أمنية غير مبررة طيب التقرير أيضا تحدث عن استقلالية القضاء وربما أشرتهم لذلك قبل قليل ربما وهذه ردود الفعل الأولى حول التقرير وما تعرض له البعض ربما رأى بأنه لم يراعي ما تقول الجهة الرسمية بأنها حققت في مجال تعزيز استقلال القضاء بالعكس أخي كريم السنة الماضية شهدت انتكاسات كبيرة في هذا المجال على رغم من أن الدستور الموريتاني يقر استقلالية القضاء إلا أن الواقع يقول بأن القضاء في موريتانيا ضعيف وغير فعال السلطة التنفيذية كما ذكرت تتدخل في المصدر القضائية بشكل فج وكبير جدا وعطيت منها أمثلة القاضي وكذلك المواطن لا يشعر أصلا بجدوائية أحيانا ربما بجدوائية هذا القضاء إذا كانت هذه الأحكام لا تنفذ في سنة 2016 تم حكم رهائي لسيد ماموني والمختار أجمع القضاء الموريتاني في جميع درجاته على تعسف وعدم شرعية فصله من الوكال الموريتاني الأنباء ومع ذلك امتنعت السلطات عن تنفيذ الحكم لصالحه نفس الشيء حدث مع طلاب المهندسين في قضيتهم ضد وزارة التعليم العالي تم الحكم لهم وأكد في نوفمبر الماضي ومع ذلك لم ينفذ يعني استهزاء تام بالقضاء يعني المواطن كما ذكرت المواطن الآن لا يشعر بأنه في أي جدوائية القضاء إن تفهم أن هذه حالة ربما استثنائية أو حالة فرضية يعني ولا يمكن أن نطلق بشكل شامل على أن القضاء ليس مستقلة هذه هي سيد الكريم هذه أغلب الحالات الموجودة أغلب الحالات التي تعرض خاصة أغلب الحياة السياسية الحالات السياسية بالشكل كبير يتم تكييفها على السلطة التنفيذية ذانيا هناك أمور أخرى تؤثر في ضعف القضاء واستقلاليتي مثلا رئيس السلطة التنفيذية وهو سيد رئيس الجمهورية وهو رئيس المجلس العالى للقضاء هذا المجلس يمكنه أن يحول القضاءات ويحولهم فعلا بدون إرادتهم على عكس ما ينص عليه النظام الأساسي للقضاء وحدث من ذلك في الدورة الدورة الماضية التي سقق قبيل هذا العام تحويلات والفاعلون في هذا القطاع يقولون بأنه تم التعسف كثيرا في التحويلات وتم الترقية بعض القضاء من ما زالوا في سنتهم الأولى تم تخطيهم على السلم القضاء لأكثر من عشر سنوات من الترقية يعني كذلك من الأمور عدم التكوين عدم التكوين وعدم التعليم المستمر هذا يؤثر على القضاء يؤثر على القضاء على ضعفهم في الأمور التي يناقشونها بالنسبة لمثلا محاكم الاستقاق القضاء لم يتم تدريبهم أصلا على هذا النوع من الجرائم نفس الشيء بالنسبة للقصة القاضي إذا كان لا يقلس له أي خبرة بالملف عفوا بالملف الذي أمامه طبعا لن يكون حكمه إلا ضعيفا أو مؤثرا عليه ويمكن أن تأير عليه بكل سهولة يعني عدم وجود المفتشية مستقلة القضاء مستقلة أقصد مستقلة عن السلطة التنفيذية هذا غير موجود يعني أمور كثيرة تفاقمت وتتفاقم مع الوقت تشعر المواطن الموريتانية أن القضاء فعلا غير مستقل وأنه وجود ما مستقل القضاء في ظل ما وصفتموه به أعتقد أن السلطة التنفيذية الدولة الموريتانية عليها بكل سلطاتها أن تعلم أنه من أجل ترصيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة ومن أجل وعي ديمقراطي وترصيخ لذلك بفصل للسلطات لا بد أن يكون هناك قضاء مستقل وأن يكون هناك سلطة تشريعية كذلك مستقلة هو للأسف غير موجود كذلك هذا القضاء في مجموعة كبيرة من مجموعة عدد من الإجراءات يجب أن يقام بها من أجل أن يكون مستقلا نحن في المرصد عطينا مجموعة من الملاحظات ومجموعة من التوصيات التي قلنا إنها عندما تأخذ بعين الاعتبار ربما نبدأ ونشهد التطور أو تحسن في هذا المجال والفاعلون في القطاع أدرى بذلك نحن لسنا جهة سياسية ننظر لحكم سياسي داخل البلاد ولكن نرى أن الواقع الحالي على الفاعلين في الدولة الموريتانية أن يعلموا أن السلطة القضائية لا بد مهمج أنها أهم سلطة موجودة لترصيخ ما نحن بصدده أصلا حقوق الإنسان والمواطنة والعدل لكن لا ترون أن القضاء لا ترون أن القضاء يعني ربما هو في الظرفية الحالية أو في شكله الحالي أحسن من السنوات الماضية لأن ربما النظام أو سجاة الرسمية تبرد كل ذلك أو تشير إلى أن المشكل مشكل تراكمي ولا يمكن أن نحله فيه سنة أو اثنتين بالنسبة للقضاء المشكلة ليست مشكلة مشكلة من هذه السنة ولا مشكلة من السنة الماضية القضاء للأسف ما يتراكم ليس تحسن القضاء ما يتراكم هو انحدار القضاء للأسف ليس تحسنه كما ذكرت السنة الماضية الأحداث التي حدثت في السنة الماضية كثيرة جدا ولا توحي بأن هناك تحسن في هذا المجال حقيقة وبالتالي هذا ما يجعل فعلا الموضوع مقلق لنا كحقوقيين ويجب أن يكون مقلقا لجميع الفاعلين في البلد طيب تحدثتم أيضا عن حرية التعبير والصحافة موريتانيك كسبت مركز متقدما على مستوى حرية التعبير والصحافة ربما هذا ما أشرت إلي بعض تقارير صحافة بلا حدود وأنتم أيضا أشرتم إلى ذلك في تقريركم طيب ألا تعتقدون أن التقرير هنا أيضا في هذه النقطة لم يكن منصفا بعرضه للحالات التي وثقها باعتبارها مضايقات في الوقت الذي يقال أن ما يجري تم بشكل قانوني ولا يمكن اعتباره مضايقات مثلا على الصحفيين بالنسبة لحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التعبير تحدثنا عنها وقلنا أن بالأسف نحن في العادة نتخذ سقفا واطيا عندما نقارن موريتانيا بالدول العربية في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير لكن قلنا أنه مع ذلك لا توجد هناك قيود كبيرة على مستوى حرية الصحافة وحرية التعبير لكن هذه المؤشرات العالمية كذلك تأخذ الصورة مجتزأة في الغالب وأشرنا إلى أن تم دخول وقات تحدثنا عنها تحدثنا عن سجن صحفيين بتهمة الإساءة ونشر أخبار كاذبة عن نجل الرئيس الجمهورية تحدثنا عن توقيف برنامج في الصميم سنة 2016 وكان قد وقف كذلك لمدة شهر برنامج صحرة 2015 وقلنا أنه ربما يكون ناتج عن نوع من الانزعاج من الخط الإعلامي لهذا برنامج توقيف ومنع مؤسسة استراج في الولايات الحظ الشرقي من التصوير تحدثنا عن مضايقات أربع صحفيين بينهم رئيس الناشرين أتعلم مستوى صمباسي في النوادي باتحاد الناشرين وكذلك مدير موقع مراسلون وبعض التهديدات بينها تهديد تعرض له العسيس والصوفي تحدثنا كذلك بالنسبة بما يتعلق بالإعلام العمومي أنه يشكل أساسا يعكس وجهة نظر الرسمية تكاد تغيب عنه وجهة نظر المعارضة أيضا يغيب عنه المراقبة والرقابة على الأداء الحكومي هناك فعلا مجموعة من خروقات تحدثنا عن أن هناك تحسن على المؤشرات وهناك شيء إما نوع من التحسن إلا أن هناك خروقات كذلك وأيضا من الناحية المهمة التي يجب أن يشارع إليها أن الحرية من يريد الصحافة أن تكون حرة ومستقلة عليه أن يعكس ذلك مثلا السلطات تقوم هناك تحقيقات مهمة داخل البلد تحقيقات عن فساد تحقيقات عن مخدرات تحقيقات عن ملفات كبيرة ومع ذلك لا تأخذها السلطة القضائية بعين الاعتبار يعني للأسف السلطة القضائية عودة للموضوع هذا فيما يتعلق بالصحافة والتوقيف الذي حصل ما وصفتم بأنها اختراق أو مضايقات على الصحفيين لكن لا يحق للمواطن مثلا أن يتقدم بالشكوى ضد صحفيين عندما يتحدثون عنه بدون أدلة أو يتهمونه اتهام ما يضره ولا يعتبروا أيضا حرية لكن اسمحني أسمع منك الإجابة لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الثالي من حلقة المشهد لهذا المساء والتي نناقش فيها الواقع الحقوقي في موريتانيا على ضوء إصدار المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تقريره الخاص بموريتانيا لعام 2016 معالي مناقشة هذا الموضوع عبدالله البيان رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أهلا وسهلا بكم مرة أخرى قبل الفاصل كنا نتحدث عن حرية التعبير والصحافة يعني هناك من تقدموا بشكاوى ضد بعض الصحفيين وربما تراجعات رسمية بأن تلك أو ما جرى من توقيف هو توقيف قانوني يحقل المواطن مثلا أن يتقدم بشكوى ذنيا البعض ربما يلاحظ أن هناك إفراط في حجم الحرية أو مستوى الحرية الذي يتعطى به الصحفيون الشأن العام بالنسبة لموضوع شكايات المواطنين هذا الموضوع لا شك أنه ما أخذ بعين الاعتبار المنظمات الحقوقية تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار مشكلة حقيقة يعيقه وجود قضاء مستقل يمكن أن تعريب خلاله هل ما إذا كان هذا الإجراء قانونيا أم لا على كل حال هناك مجموعة كبيرة من الحالات التي لم نجعلها نأخذها في الحسبان لأنها يمكن أن تدخل تحت ما تفضلتم لكن هناك الكثير أيضا من القضايا التي يتعرض لها الصحفيين والمضايقات التي من الواضح جدا أنه يتم فيها استغلال النفوذ بشكل واضح هل هذا ما يتعلق بهذا الأمر من القضايا بالصحافة طيب بالنسبة للمرتانين عفوا بالنسبة للمرتانين خارج البلاد هذا موضوع آخر أيضا تطرقتم له الصلطات الرسمية قدمت كل ما لديها من أجل إطلاق بعض المرتانين في الخارج مثلا على سبيل المثال محمد دولو الصلاحي وهذا ما شهدناه يعني عودته والحمد لله وتقول أيضا بأنها تقوم بجهود حذيثة في سبيل عدد صحفي أسحاق المختار طيب كيف يتهمها تقرير أن شهودها يعني غير قوية تجاه هذا الموضوع أو غير فعالة من أجل عدد صحاق المختار على كل حال بالنسبة للمواضيع المرتانين في الخارج أولا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين في سجن قوانتنامو الحكومة المرتانية فعلا مشكورة وافقت وإن كان لا شكرا على واجب وافقت على استقبال مواطنيها لكن ذهابوا بعيدا بأنها فعلت أكثر من ذلك وأنها سعت هناك ما فعلته الحكومات التي فعلت فعلا جهدا كبيرا دبلوماسيا وضغطا على الحكومة الأمريكية من أجل إطلاق السراحة السجنائها والحكومة المرتانية للأسف لم تقم بأي شيء من ذلك على كل حال المهم أن هذا الملف وإله الحمد طوي ويبقى فيه فقط أن يمكن هؤلاء السجناء من أوراقهم المدنية ومن جوازات سفرهم هذا حقيقة هو أبسط حقوق هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لهذه العقود وهذه السنين الطويلة في هذا الظلم وخاصة السجين سيد محمد بن صلاحي الذي سلمته بلاده سجن ظلما وعدوانا لمدة عقد ونصف بالنسبة لموضوع أسحاق المختار وتوصف الجهود التي تقوم بها موريتانيا في هذا الصد بإنهاء الفعال الجهود أخ الكريم هي تقول بأنها لديها جهود حذيثة من أجل إطلاق سراحة أسحاق المختار وهذا ما تحدثت عن لجنة المكلفة بالدفاع أو المطالبة بإعادة أسحاق المختار إلى موريتانيا وتقول بتعاون السلطات معها وبأنها تبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراحة حتى الآن حسب علمنا وحسب أعتقد أنه كذلك أحد من الحكومة الموريتانية أو حتى من هذه اللجنة أو منكم أنتم يعطينا الآن أذلة أن هناك مفاوضات أن هناك أي نوع من التحرك الملف مضى عليه ملف أسحاق المختار مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات لا توجد جهود فعلا يمكن التنويه بها ما يمكن أن نقول حقيقة وهو ما عبرنا عنه مرصد أنه هناك تقريبا غياب تام وشبه غياب تام لا يوجد هناك أي ضرور رغم حديث اللجنة رغم ما تقول اللجنة بأن السلطات تقوم به في هذا الصدد بالنسبة لن ندخل كثيرا في تصريحات بين قوسين الدبلوماسية لكن لا توجد حقائق على الأرض تؤكد أن هناك جهودا فعلا تبذل من أجله ولا من أجل السجين الآخر أو الفقيد الآخر لا أدري إن كان سجينا أم لا لكن ذوه يتحدثون عن أنه على قيد الحياة وأنه موجود في أنجولا لهو السيد راشد مصطفى لا توجد جهود في هذا الإطار كذلك هذا ما يتعلق بالنسبة لهؤلاء الفقيدين طالما أننا غير بعيدين من موضوع الخارج وموريتانيين الخارج والداخل هناك أيضا الكثير من المضايقات موريتانيا نعلم بأن موريتانيا قانونها لا ينص على النفذ القسري للمواطنين لكن هناك مجموعة المواطنين نتيجة لكثرة المضايقات يمكن أن يقال أنهم الآن فعلا في نفي اختياري لكنه نفي فعلا خارج البلاد لأنهم عرضوا للمضايقات من بينهم مجموعة إفرغة مجموعة أولاد البلاد من بينهم صحفي حنفي والدهاه ومن بينهم كذلك رجل الأعمال محمد أبو عماتو ورجل الأعمال الشافعي وغيرهم هناك الكثير من المضايقات في هذا الإطار فقط أردت نحاول أن نستثمر الوقت قليل من الوقت أو لم نتبقى كثير منها تقرير أيضا تحدث عن قضية المعلمين وقال بغياب أي جهود للحد من معاناتهم والاعتراف بدورهم في بناء الدولة والمجتمع على غيرهم للأمور طيب ألا تعتقدون أن مثل هذا الطرح يعزز أو يرسخ ثقافة المحاصصة بالنسبة لثقافة المحاصصة أو الحديث العنصري الذي يتحدث عنه كلما رفع مظلوم راية المطالبة بإنصافه هذه حقيقة غير وارد إذا كنا سنصلح مرضا معينا أو سنعالش مرضا معينا ونصلح خرقا في بناء هذه الدولة لا بد أن نتحدث عن هذا الخرق وأن نتحدث عن هذا ظلم هذه الشريحة لا بد أن يتحدث عنها لا بد أن يتحدث عن هذا ظلم الاجتماعي الذي تعرضت له عدم غياب وجود نقاش وسائل من خلال وزارة الثقافة من خلال حتى الفقهاء في إطار القريب من السلطة وكذلك القرارات على الأرض تنصف هذه الشريحة وتحاول من نسبة المناهج الدراسية وسياسة ثقافية للبلد وغيرها أن ترسخ عدالة اجتماعية فيما يتعلق بهذا الملف وإنصافا لهذه المجموعة في بناء البلد ومحاولة لتجاوز تلك المظالم الاجتماعية غيرها في الميثولات الشعبية والرقد والنظرة إلى غيرهم طيب ما الذي اختلف به اختلف به تقريركم صادر العام 2016 عن تقرير العام الذي قبله على كل حال اختلف التقرير كان أكثر شمولا هذا التقرير حاول أن يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان في موريتانيا تحدث عن حقوق الطفل عن حق المرأة عن حق العمل حقوق الاجتماعي الاقتصادية تحدث كذلك حتى عن اللاجئين الموجودين في موريتانيا أعتقد أنه أكثر شمولية وإن كان التقرير 2015 كذلك اختص بملف جيد جدا ومتماسك حتى أنه كان مرجعية لبعض المنظمات الحقوقية حالة حالة إليه التقرير الحقوقي التقرير وزارة الخارجية الأمريكية الحقوقي الصادر سنة 2016 نتيجة لثراء معلوماته وقوة ما تحدث عنه من معطيات فيما يتعلق بالسجن في موريتانيا يعني كان أكثر شمولية القضايا كذلك مختلفة الأحداث في سنة 2016 تختلف أن أحداث في سنة 2015 لاشا طيب كيف تتعاطى الجهات الرسمية وغير رسمية حتى مع تقاريركم السنوية للأسف الجهات الرسمية لا تتعاطى كما تحدث فيما تعلق بالصحافة لا تتعاطى مع المعلومات الصادرة حتى للأسف تصريحات تصريحات المهمة لسيد رئيس الجمهورية لا تصدر مثلا إلا مع صحفيين أغربيين لا يصرح إلا لصحفيين أغربيين بدل أن تكون قناتكم المحترمة أو قناة أحد القنوات الخاصة الموجودة في موريتانيا ومن أجل تشجيع الصحافة واستقلاليتها أن يتخص بلقاء أن يتحدث في ندوة ندوة صحفية تقام ليست ندوة تقام حديث تلفزيوني أو لقاء مع رئيس الجمهورية مع الفاعلين الحكوميين تنوير الرأي العام حتى مقابلات صحفية مع الوكالات الرائدة هنا للأخبار لكن يفضل دائما أن تعطى الأخبار لوسائل صحفية وسائل إعلامية غربية نفس الشيء يتم تعاطي معه فيما يتعلق حقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني داخل موريتانيا في الغالب لا يتم التعاطي معها وهذا ما جعل القرارات التي تتصر من الحكومة من الواضح جدا أنها للاستهلاك الخارجي مثلا في مايو 2015 2016 مايو العام الماضي تحدث عنه التقرير سيد وزر العدل افتتح أولى المحاكم الخاصة بالاسترقاق في بداية مايو وبعدها بعدة أيام تحدثها سيد رئيس الجمهورية من نفس المدينة وقال بأنه لا توجد عبوذية في موريتانيا يعني هذا تقريبا يختصر التعاطي الرسمي مع هذه الظاهرة في البلد هناك قرارات شكلية إجراءات لا تلامس الواقع ربما يقول بعض إنها من أجل الاستهلاك الخارجي ونفي علني لوجود أي نوع من الانتهاكات وغياب رؤية جدية لأنه طالما طيب لكن هل تؤثر تقاريركم بأي نوع بأي شكل من الأشكال الضغط من أجل تحقيق ما تقومون بها أو تصحيح الملاحظات التي تتقدمون بها لا شك أن التقارير الحقوقية التي تصدر داخل البلد والمناسبة المنظمتنا هي المنظمة الوحيدة داخل موريتانيا التي تصدر تقاريرا حقوقيا يشمل جميع قضايا حقوق الإنسان في موريتانيا تحاول أن ترفع وعي المواطن وتحسن معرفته ووعيه بقضايا حقوق الإنسان بشكل عام ولا شك أن لذلك تأثيرا مباشر أو غير مباشر على السلطات القائمة طبعا قد لا تأخذوا هذه التقارير بعين لاعتبار بشكل مباشر كالتعنت الذي للأسف تواجه به بعض السلطات في بلداننا هذه التقارير التي تصدر خاصة إذا لم تكن صالحها لكن أعتقد أنه له تأثيرا لا شك غير مباشر وسيؤخذ شيئا ما على الأقل بالنسبة لما يهمنا هو وعي المواطنين بهذه القضايا وعيهم بحقوقهم تزايد هذا الوضع مهم جدا وهو ما نعمل والأساسي وذانيا نعمل من خلالها التقارير أن نسجل ونوثق حالة حقوق الإنسان سنويا في موريتانيا في جميع المجالات متعلقة بحقوق الإنسان لكن ما هي الأسس التي تعتمدونها من أجل إصدار تقاريركم أو بناء تقاريركم مثل أي تقارير حقوقية على مستوى العالم تصدر من خلال رصد منشطائنا في الداخل والموريتاني وكذلك من خلال ما تنشره مراكز البحوث ومن خلال حتى المراكز الرسمية الإحصائات الرسمية نحن هنا حلنا لبعض الإحصائات الرسمية وعلى أساسها حلنا واقع بعض الفئات في موريتانيا وبعض القضايا المطروحة وكذلك نعتمد على المعلومات التي نتوصل إليها أيضا ونتأكد من ثقتها ونفس الطريقة التي تجري بها تقريبا جميع التقارير الحكمية ونستند كذلك إلى بعض التقارير الأخرى المختصة التي تتحدث عن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا طيب ما مستقبل الوضع الحقوقي في ظل ما تحدث عنه التقريب أعتقد أنه حقيقة هناك عدة منظمات حقوقية رئيسية في البلد تحاول أن ترفع وعي المواطن بقضايا حقوق الإنسان وبالحريات العامة بشكل عام وبأهميتها لكن دور هذه المنظمات لا زال تقريبا ضعيف أو شبه لم يصل حقيقة إلى ما هو منشود نتيجة الكثرة المظالم وتشعبها ونتيجة كذلك لعدم تعاطي جدي من السلطات الرسمية مع المنظمات الحقوقية الجادة يعني هناك منظمات في فلك السلطات للأسف لا تغير كثيرا وعلى كل حال دورنا نقوم به من خلال الرصد من خلال نشر المعلومات من خلال التوعية في ثلاثين ثانية ألا ترون أن الحكومة المريتانية قدمت الكثير على المستوى الحقوقي؟ لا نحن تحدثنا سنة 2015 أنه حدث هناك بعض التحسينات التشريعية لا شك حدثت خاصة سنة 2015 وفي مجال التشريع الأمور لا شك أنها لا بأس بها لكن مشكلة مريتانيا ومشكلة حتى دول عالم الثالث لم تكن يوما في التشريع ولا في الدساتير ولا في جودتها المشكلة في التنفيذ على أرض الواقع وهذا ما نفتقد إليه للأسف وهو ما زال فعلا يحتاج دفعا كبيرا ويحتاج إيمانا حقيقيا من السلطات الرسمية أنها بدلتها من أجل تحسين الصورة في الخارج التي تعمل على أساسها على المقاطع سيد الكريو عبدالله البير رئيس المرصد المورتاني لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لكم شكرا وشاهد الكرام إلى هنا وصلنا لهذه الحلقة من البشهد لألتقي بكم في حلقة أخرى تقبل وطيب المنى السلام عليكم